نعم آخر التطورات في سير المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أول أيام رمضان المبارك هو تواصل هذه المعارك وإن كانت بذات الوتيرة التي اعتدنا عليها مع أننا كنا نعتقد ويعتقد الجميع أن هذا اليوم سيكون أول يوم لتنفيذ الهدنة التي تبناها مجلس الأمن في القرار الذي أشير إليه في السابع من مارس الجاري في ساعات الصباح الأولى كنا نستمع لأصوات القصف المدفع في مناطق جنوب الخرطوم أحياء الأزهري والأحياء المحيطة بالمدينة الرياضية أيضا قبل قليل رصدنا أكثر من موقع تصاعدت فيه سحب دخان كثيفة سواء كان في الأحياء الجنوبية الشرقية أحياء سوبا وكذلك الأحياء الجنوبية من الخرطوم أو المحيطة بسلاح المدرعات الواقعة تماما شرق محيط سلاح المدرعات نتحدث عن أحياء الصحافة وأحياء الامتداد هذه النقطة بالذات تصاعدت منها سحب دخان كثيفة استمرت بأكثر من ساعتين على التوالي تتصاعد أعمدة الدخان بكثافة من هذه المواقع القريبة جدا من تلك المواقع العسكرية التابعة للجيش أيضا في جنوب شرق العاصمة أحياء الطائف قبل قليل أيضا رصدنا تصاعد لأعمدة الدخان من هذه المواقع طبعا جميع هذه المواقع تسيطر عليها قوات الدعم السريع في جنوب شرق العاصمة وكذلك في جنوب العاصمة أيضا الأحياء في ضحية شرق النيل من مناطق تحركات وسيطرة قوات الدعم السريع أكثر من موقع رصدنا فيها تصاعد أعمدة الدخان ومدينة مدرمان أيضا غربي العاصمة حسب ما علمنا أن محيط صلاح المهندسين صباحا شهد بعض التوترات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما يعني أن هذا اليوم في مجمله حتى هذه اللحظة وإن كان قد شهد هدوءا نسبيا في بعض الساعات يعني أن هذا اليوم بالنسبة لنا كمراقبين هنا على الوضع الميداني هو يوم اعتياد من الدرجة الأولى بالنسبة لسير العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هذه الهدنة التي رحب بها طرفاء الحرب في السودان ربما وضعت الحكومة السودانية شرطا ورحبت بها قوات الدعم السريع لكن على الأرض الواقع يقول غير ذلك بأن هذه الهدنة ترنحت ما بين هدوء حذر وبين مواجهات عسكرية في مختلف جبهات القتال رشا موضوع تأمين الحياة للصائمين في رمضان في ظل هذه التحركات كيف هي؟ نعم ربما من الصعوبة بمكان بالنسبة للمدنيين الذين ما زالوا محاصرون في مناطق الحرب يعني الحركة بالنسبة لهم ربما تكون فيها بعض التعقيدات الأمنية من مكان إلى آخر حتى أن الأسواق التي استطعنا الوصول إليها هناك غلاء ملحوظ جدا في الأسعار هناك ضعف إقبال من السودانيين الذين ما زالوا متواجدون في العاصمة السودانية الخرطوم خاصة في أحياء جنوب شرق العاصمة ضاحية شرق النيل كل هذه الأسواق القليلة جدا ربما هناك ارتفاع ملحوظ في الأسعار هناك ربما أمل في أن تنفذ هذه الهدنة وحتى للأيام الأولى من شهر رمضان باعتبار أنهم محاصرون في أماكن الحرب لأكثر من عشرة أشهر على التوالي حياة المدنيين ربما الآن أصبحت ربما نقول أنها مأساة حقيقية بالنسبة للذين ما زالوا محاصرون هنا في مناطق الحرب المناطق التي يسيطر عليها الجيش ربما هناك فيها حركة نسبية خاصة في شمال مدينة أمدرمان حركة الأسواق ربما يعني بها حركة نسبية قليلا مقارنة مع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع لكن في مجمل أوضاع السودانيين يعني هناك مأساة حقيقية يعيشها السودانيون منذ بداية هذه الحرب في شطر إبريل من العام الماضي ترجمة نانسي قنقر